ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل بعد ما تفرقنا على مقطع من حفل ختام الموسم الخامس من برنامج تأملات إنسانية وفي الحقيقة أنا سعيد جدا 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 بالحلقة دي لوجود ضيف مميز جدا معانا وضيف مش غريب على البرنامج وقبل ما أذكر الضيف خلينا شوقكوا شوية كده ورحب الزميلتين الزميلة يورا أبو العنين اللي كانت إضافة قوية للبرنامج واللي كان وشينا حلوة عليها وبدأي ببرنامج تاني على قناة الصح والجمال يوم الأربعة الساعة أربعة صح كده برنامج حكيم أطفال للتوفيق أوه كتا تصراحة استشارتني ورجعت قايت لي إيرا يا قصد محمد أتوكل على الله قلت لها جؤن ونصحتها بالخير وأتمنى لك كل توفية يا را أهلا بك يا را مرسي يا قصد محمد والنجمة الجميلة اللي من ورانا اللي اتأخرنا عليها مبارح في تسليم الدرع وكانت زعلانة لا بس خلاص قايت خلاص أنا مش زعلانة خالص معرفش أتكلم حد وأنا زعلانة بجد أنا بعتذلك زي كنا أثرنا معاك في حاجة دانا بس أنت أختي الغالية وأستاذ علاء خطيبك أخ فاضل ويعني أنت وإخواتي بجد وأنا سعيد جدا بوبودك معنا في الموزم الخالس أنا أسعد يا سيد حامد وأنا أحبيكي وبجد الترحيبي بك يا را أهلا أنا أسعد شكرا يا سيد حامد ويعني معنا بقى النهاردة ضيف مميز جدا هو مش غريب على برنامج تأملات إنسانية حضر معنا أكتر من حلقة قبل كده وإحنا كنا قدمنا الأستاذ أحمد محروس بجازا تايتل لأنه حصل على لسانس الحقوق من جامعة القاهرة وحصل على درجة الماجستير من لندن في القانون التجاري الدولي وقانون التحكيم وهو شخصي قيمة بمعنى الكلمة وعمل لمدة حوالي عشر سنوات كمستشار قانوني بأحد البنوك وهو رجل أعمال عنده شركة بيوتي ديرم كلينيك أتمنى له كل التوفيق دايما ولكن النهاردة هنضيف لقب وهنضيف تايتل جديد لأستاذ أحمد محروس هنضيف الأديب والروائي لأن احنا النهاردة جايين نبارك لأستاذ أحمد محروس على روايته الأولى خطايا العثماني الأخير خطايا العثماني الأخير وده هيكون عنوان حلقتنا النهاردة وبرحب ترحيب خاص جدا بالأستاذ أحمد محروس الأخ والصديق طبعا برحب بك أستاذ محمد وبرحب الأستاذ يارى الأستاذ الأمار منوريني الدنيا دايما برنامج جميل وموفق دائما يا أمام أحمد بيه أهلا بك أستاذ أحمد أهلا بك أستاذ أحمد خلونا نبدأ حلقتنا مع الزميلة يارى أبو العديد طبعا فيش كلام يتقال بعد كلام أستاذ محمد بنرحب بحركة أستاذ أحمد طبعا رجل مثقف وواسع الاطلاع زي حضرتك عايزين نعرف إزاي بدايتك مع الرواية وإزاي بدأت كتابة خطايا العثماني الأخير طيب أنا في الأول طبعا أنا من نيام الجامعة وأنا ليا مجموعة مقالات ومجموعة أفكار كنت دايما بعبر بيها في المواقع الأخبارية ومواقع الإلكترونية المختلفة شوية كده واتطورت الموضوع معايا وبدأت تكتب قصص قصيرة معظم الحاجات دي طبعا كانت تعتبر من الواقع اللي احنا عايشين فيه سواء القصص قصيرة أو المقالات بنقاش فيها أفكار من واقع حياتنا اليومية يعني المقالات ما كانتش ليها علاقة بالتاريخ زي ما الرواية بتتكلم لا طبعا كانت المقالات معظمها والقصص قصيرة كذلك بتعالج مشاكل من واقعنا اليوم لكن النهاردة في خطايا العثماني الأخير أول رواية بستلهم فيها التاريخ المصري القديم أو الوسيط بمعنى ذاك في أحداث الرواية رواية خطايا العثماني الأخير أستاذ أحمد كلمة خطايا كلمة كبيرة وتسئيلة شوية هل العصر العثماني كان ليه من السلبيات أننا نطلق على رواية كلمة خطايا هي الفكرة جاية أو الفكرة وردت إليها من أننا شايف أن فيه مجموعات صغيرة أو مجموعات من المراهقين في مصر بينصروا قوي تركيا وبينصروا النظام الحالي اللي هو أردوغان فأنا حبيتها بين لهم أن تركيا منذ بداية احتكاكها بمصر منذ بداية التاريخ العثماني كان التاريخ العثماني أو الاستعمار العثماني لمصر كان كله قائم على الغل والحقد والقراغية بداية من دخول الاستعمار العثماني على يد سليمي الأول لمصر الرجل ده علشان برضو الأجيال الجديدة تبقى عارفة قام بشانق طمان باي ثلاث أيام على باب زويلة ترهيبا للمماليك وكسرا لمقومتهم للدخول العثماني أتى العشر تلاف مواطن مصري في أوائل دخول الاستعمار العثماني إلى مصر ترهيبا للمصريين ودحرهم سرق وبستخدم لفظ سرق أخذ الرخام والأحجار النفيسة والمعدن الكريمة اللي كانت بتزين المساجد الأسرية والمباني الأسرية في مصر نقالها بالكامل لإسطنبول سرق أيضا خيرة عقول مصر من فنانين وصناع وزراع كل اللي كان يجد أنه هو خامة جيدة أو عالم جيد كان ياخده ينقله إلى إسطنبول هو نفسه عبر عن نفسه أنه هو في يوم أخذ موكبه وطلع ويقف على فوق القاهرة من هضبة المؤطم فالمساعدين بتوعب يسألوا بيقولون أنت جاي هنا لي قال لهم أنا جاي لأن أنا بشعر بالغل والحقد على مصر لأن القاهرة في نظري لما بقى فتفرج عليها شايفها أجمل من إسطنبول وهذا لا يليك بالقاهرة هذا الجمال والجلال يليك بإسطنبول وليس بالقاهرة فالتاريخ العثماني كله معظمه 99% لم يترك لنا أفرا لم يترك لنا أي شيء جيد كان كله في معظم مراحله نهب واستغلال وسرقة للأياد المصرية وللخبر المصرية وده اللي أنا حبيت أركز عليه في روايتي علشان أبين للأجيال الحديثة أنه لا داعي لتركيا ولا داعي الإعجاب بتركيا تركيا بتوعيد سيراتها الأولى من الغل والتاريخ العثماني باتجاه مصر وباتجاه كل عرب الشمال الأفريقي وعرب الخليج أنت سوز أحمد شوقتنا كده أن احنا ندخل في صلب الرواية ويعني شوقتنا أن احنا نقراها وشوقت المشاهدين أن هما يقتنوا نسخة من رواية خطايا العثماني الأخير يعني طب إحنا عادينا نبدأ بقى يعني نسمع من حضرتك عرض درامي مبسط للرواية يعني دخلنا جوه تفاصيل الرواية وعايزين نعرف أكتر عن خطايا العثماني الأخير الجو العامل الرواية حاولت أعمل مقابلة ما بين الإمبراطورية العثمانية في مراحلها الأخيرة أو في القرن الأخير لها وهو قرن الانهيار والتفتت والضعف اللي كانت معظم الولايات فيه الولايات العثمانية وبالذات الولايات العربية بتعاني من العسف والظلم والطغان أو أقصد بالولايات العربية هنا تركيزا فلسطين ولبنان والشام بصفة عامة ودليل كلامي أن كثير جدا من المقاومين العرب رحلوا من هذه الولايات وجموا استوطانوا مصر وده سر هجرة الشوان بكثافة إلى مصر من ضمنهم فاطمة ليوسف لأساسة روزر يوسف من ضمنهم بشرة أقلاء لأساس الأرام كل دول أساسا كانوا مقاومين للاستعمار العثماني في الشام فالرواية بترسل مقابلة للعسف والجبروت والظلم العثماني في مراحلها الأخيرة قبل الانهيار وفي مقابله الجزء الثاني من الرواية برسم عظمة مصر وصعود مصر بداية من التنوير اللي حصل منذ دخول نابليون برافارت في الحملة الفرنسية وما تلاه من محمد علي وباقي ورسته وباقي أسرته اللي بانوا المشروع العظيم للدولة الحديثة المصرية في مصر انت شوقتني لان انا اقرأ الرواية طب النسخة دي اعتبرها هدية ليا ولا ايه؟ النسخة دي هدية ليه فعلا يا محمد وعليها اهداء اصلا ده عليها اهداء دي موقعة فعلا رسيب اشكر حضرتك جدا ده قال الهدية لحضرتك يا فان طبعا انا مبسوطة جدا احنا بنسمع كلام ممكن يكون الشباب دلوقتي ما يبقوش عارفين فخلينا نتكلم كده استاذ احمد ان احنا بنلاحظ ناس كتير بتلاحظ ان في الروايات والاعمال الدرامية مثلا انا رجعت ليها خلال كتابتك للرواية؟ فعلا انا استندت على مراجع تاريخية بالذات طبعا بالنسبة للمراجع اللي ذكرت التاريخ والعصف والظلم العثماني دي متوفرة بكسرة في المكتبة العربية لان زي ما وضحت في السؤال اللي فات كثير جدا من المقاومين العرب في منطقة الشام والعراق نزحوا الى مصر واستقروا فيها وذكرت اسماء من ضمنهم فاطمة اليوسف من ضمنهم بشارة أقلى مؤسس الأهرام وكثير جدا من اسماء الشام اللي مازالت أسارهم وعائلاتهم مستقرة في مصر كتبوا مراجع عربية بيّنت مدى العصف والجبروت والظلم العثماني في بلادهم عايز اقول ان احد ولاة الشام العثمانيين كان مشهور جدا باسم جمال باشا السفاح يكفي ان انا اقول هذا الاسم جمال السفاح ده دليل على اسمه ومدى مرتكبه في الشام كله يعني بالنسبة للمراجع اللي في مصر فانا استنت برضه على مرجع الجبرتي وهو مؤرخ محايد بالمناسبة ذكر ما حدث في وقع حملة نابليون ما له وما عليه وكذلك الايام الاولى للدولة العلوية ذكر ما لعصر محمد علي من مزاة وافضل وكذلك معالي من مساوء ومثال فالحمد لله انا استخدمت مراجع حيادية في الرواية سعلا طب استاذ احمد هو من المعروف ان محمد علي هو من مؤسس مصر الحديثة هل تم تنصيب محمد علي بواسطة الدولة العثمانية عشان اكون دقيق تاريخيا محمد علي تم تنصيبه بفرمان شكلي صادر بالدولة العثمانية بفرمان شكلي وبحطه تحتها خطين لانه محمد علي نصب باراده شعبية من الشعب المصري في ذلك الوقت كانت فيه ثورة شعبية عارمة بيقودها الشيخ عمر مكرم هو كان المناضر الحقيقي في مصر وقد الثورة الشعبية العارمة ضد الاستعمار العثماني وطرد اخر والي عثماني هو خرشة باشا بعد طرد خرشة باشا اجماعت الاراده الشعبية المصرية على تنصيب محمد علي باشا كاول حاكم مصري والوالي العثماني وجد انه من الافضل له نزولا على رغبة وارادة الشعب المصري القبول بهذا وتنصيب محمد علي واليا على مصر المحروس جميل جدا سوز احمد طب حيث ان احنا بنتناول عمل ادب يقيم زي الرواية خطايا العثماني الاخير يعني كنت بصفة حضرتك متابع للحركة الثقافية في مصر كنت محتاجة اسمع من حضرتك تعليق على الحركة الثقافية في مصر بشكل يعني دقيق وانا عارف ان حضرتك رجل قانوني وبتحط كل كلمة في محلها الله يخليك يا محمد بك طبعا انا عايز اقول انه معظم اجيالنا تربط على اقلام العمليقة الذين قادوا النهضة التنورية لمصر في بدايات القرن العشرين اقصد بالعمليقة دول العقاد طه حسين توفيق الحكيم يوسف ادريس المزني وخلافهم من العمليقة اللي هما ظهروا في بداية ثورة 19 وانهاروا الطريق لاجيال المثقفين المصريين بعد كده حصل انقطاع شوية في الثقافة المصرية او نوع من انواع الفطور تلا هذا ظهر رجل عظيم وجليل نحبه جميعا اجيال الشباب اسمه الدكتور رحمد خليل توفيق واطلقنا عليه لقب العراب هو اللي ربط حقيقة الثقافة المصرية الحديثة اللي ظهرت في اوال القرن العشرين باجيالنا الحالية حالية انا شايف الحمد لله فيه نهضة وساعة جدا في مصر سواء نهضة روائية مصرحية ادبية اعلامية كل اللي بطلبه من كل هؤلاء الاعلاميين والروائيين الموجودين حميموا على الساحة انهم يستليموا واقع التاريخ المصر ويعيدوا سياغتها وتقدمها للشباب عشان يستفيدوا من تجربة مصر انا بحاول اعمل كده في رواياتي بحاول اقدم واستلم الخبرات التاريخية ويعيد سياغتها وقدمها لاجيال الشباب كذلك مثلا احب اشيد بتجربتك يا محمد بيه هنا في البرنامج بسي جد ان تسلم الساحة انا شفت احد حلقات برنامجك الجميل اعتقدك الحلقة الماضية حضرك قدمت سيرة شخصية عظيمة لرجل اسمه الدكتور ابراهيم الفئي طبعا الناس اللي حين نكرمهم كلهم دي ناس راحلت ولكن بقيت اثارهم ومقالتهم وافكارهم واحد زي الدكتور ابراهيم الفئي لما حاك تعيد تقديمه في برنامجك الجميل ده بيونير الطريق لاجيال من الشباب يمكن ما شافتش ابراهيم الفئي كذلك الشخصيات اللي قدمتها في روايتي اللي هي عمر مقرم ومحمد علي وابراهيم باشا دي ناس الاجيال الحديثة ما شافتهاش عمرها لكن احنا ما بقي منهم هم اثارهم وخبراتهم التاريخية اللي لازم الشباب يتعلمهم استاذ احمد كنت عايزة اعرف من حضرتك تبعية مصر في عصر محمد علي كانت للدولة العثمانية برضو سؤال جميل جدا يا لامار هذه التبعية في عصر محمد علي وخلفاءه كانت تبعية شكلية للدولة العثمانية وبركز على كلمة شكلية محمد علي هو الذي اسس مشروع الدولة الحديثة في مصر بنا في بداية عهده وفي بداية عصره اول ركزتين اساسيتين اول حاجة الجيش والمؤسسة العسكرية المصرية على ايد واحد اسم مسلمان بشا الفرنساوي والحاجة التانية اللي هي البعثات التعليمية الى الخارج اللي قادت مشروع النهضة والتنوير الى يومنا هذا كانت اول بعثة بكيادة رفاعة الطهطاوي هو اللي طلع في اول بعثة الى باريس بعد كده لما رجع محمد علي ولاه الاشراف على كل البعثات التهالية دول كانوا الركزتين الاساسيتين لمشروع التحديث المصري في عهد محمد علي الجيش والتعليم يليه بعد ذلك بقى بدأ محمد علي يعمل الاناطر الخيرية بدأ يوسع المساحة المنزرحة بدأ خلفاءه يزرع يأسسه ويحفره طلعة المحمودية اللي مازالت موجودة الى يومنا هذا وتعمل فيها مشروع كبير في عهد الرئيس السيسي كل هذه المشاريع قادت الدولة المصرية الى التحديث والتنوير لما تأكد محمد علي باشا انه بانى هرم حقيقي في الدولة المصرية وان الدولة المصرية بيتوقفة على قدم ثابتة اصبح الاستقلال عن تركيا مسألة شكلية وهو ما حدث فعلا بعد انهيار الامبراطورية العثمانية ساعة 21 انه صدر تصريح من الوزير الخارجية البريطاني اللي هو هور يمكن اجيام الحديثة ما سمعتش الاسم ده قبل كده كان في 22 فبراير ساعة 22 اعلن فيه ان مصر اصبحت دولة مستقلة بالكامل دليل كلامي على ان مصر كانت مستقلة حتى في عهد الاسرة العلوية انه في عهد واحد من احفاد محمد علي اللي هو الخديوي اسماعين اراد انه يستصدر مرسوم من السلطان عبدالعزيزي العثماني مرحلوش هو استنبول بعد جاب السلطان عبدالعزيزي هنا لمصر وداله هدية مالية ضخمة رشوة يعني طبع طبع رشوة يعني واجبره على انه يصدر الفرمان بالصورة اللي هو كان عايزها وهو حصر الولاية في ابناء الخديوي اسماعين وسمى شارع باسمه اللي هو شارع السلطان عبدالعزيزي اللي مازال موجود في العطبة ده شارع اسعي بالمناسبة كون انه يستدعي هو السلطان العثماني للقاهرة ويجبره على اصدار الفرمان بالشكل اللي هو عايزه دي مش علاقة تبعية ابدا دي علاقة ندية ما بين مصر وتركيا عهد محمد علي جعل مصر ند للدولة العثمانية وليس التبعية بلاها خلينا نختم اسئلتنا مع اساس احمد دلوقتي حدراتك عارف احنا في 2020 وفي زي ما قلت كده في الاول الشباب مش مش دلوقتي بتقرى تاريخها زي الاول وكده وحريك شايف مدى اهمية الرواية والاطار اللي فيه الرواية للشباب دلوقتي زي ما سبقوا وضحت لمحمد بيه ميزة الرواية التاريخية او ميزة بصفة عامة ان احنا كلنا كاعلاميين وروايين نستلهم التاريخ والخبرات المصرية ان احنا نعيد تقدمها للشباب لان اجيال الشباب الحديثة انا عايز اقول لهم كلهم اللي هم لسه في سن النهوض سن 20 و25 وكده الاخطار الخارجية مازالت محيطة بنا والاخطار التاريخية مازالت محيطة بنا والاطمع في مصر مازالت موجودة وده احنا كلنا شفنا ان اطمع رغم مرور قرن كامل على انهيار الدولة الاسمانية اطمع اردوغان تجددت مرة اخرى في نفط وغاز ليبيا ولو لا يقزت رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد الاطمع الخارجية التركية واللي هو حط الخط الاحمر في ليبيا ولو لا يقزت قواتنا المسلحة المصرية البواسل ان هم حطوا الخط الاحمر في ليبيا اللي اكبر اردوغان في النهاية على التراجع والخضوع للارضة المصرية وطرك ليبيا كلها ومشي وده دليل ان لابد ان احنا نستلهم خبرات وتجارب التاريخ المصري ونعلمها لأولادنا واحفادنا لان الاطمع سوف تظل مستمرة للابد فلا يجب ان ننسى التاريخ المصري لانه بحر لا ينضب بجد يعني تناول في منتهى الروعة وفي منتهى الرقي وانا سعيد بضيف قيم زي ما عليك معنا بحقيقة حدق كنت ضيف شرف حفل ختام الموسم الخامس امس ولكن حدق قلتيني ان عندك جلسة في محكم الاقتصادية او حاجة زي كده ده حقيقة ويعني انا باعتذر جدا لكل الناس اللي كانوا منتظرينك مبارح انك تكون موجود كضيف شرف على المنصة ده من سوق حظ يا فان احنا من سوق حظين احنا فاسمح لي يعني تقديرا لدورك ودعمك الدائم لنا اسمح لي ان انا اقدم لحضرتك درع برنامج تأملات انسانية لسيادة المستشار احمد محروس المستشار القانوني لبرنامج تأملات انسانية وضفنا الكريم في حلقة مميزة من برنامج تأملات انسانية وهي الحلقة الاخيرة في الموسم الخامس مع خالص تمنياتي البرنامج بالصعود والتفوق والتقلق الدائم وانت فعلا اعلامي رأي يا محمد وتستحق كل خير مرسي يا سيادة احمد مرسي لا تحريفش يزو احضر شكرا جزيلا شكرا جزيلا خلوني بقى يعني اختم حلقتي ببعض التأملات في برنامج تأملات انسانية الموسم الخامس في اية في اكتاب ربنا سبحانه وتعالى بتقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء طول ما انت بتراعي ربنا سبحانه وتعالى في شغلك طول ما انت بتتعامل مع الناس باخلاق دينا جه بالاخلاق ورسولنا جه بالاخلاق رسول صلى الله عليه وسلم قال ايه قالك انما بعثته لأتمم مكارم الاخلاق مكارم الاخلاق يعني ارقى انواع الاخلاق فانت طول ما انت بتتعامل باخلاق طول ما انت بتتعامل بكرم طول ما انت بتتعامل بانسانية طول ما انت بتتعامل بموادة مع الناس وزوء وشياكة واحترام ثق وتأكد ان النجاح هيكون حليفة اوعى تتعامل مع الناس بحق أو أن أنت تستخسر النجاح في غيرك أنا دايماً بقول وبكرر النجاح طريق من الكفاح لا ينتهي طول ما أنت بتتعب هتلاقي وطول عمري بكرر وبقول الناجح الحقيقي يدعم الناجحين لأنه يؤمن أن أي نجاح لأي فرض هو نجاح للتجربة الإنسانية بأكملها على سطح ذلك الكوكب وما أقدرش أنهي الحلقة النهاردة اللي هي الحلقة الأخيرة في الموسم الخامس من برنامج تأملات إنسانية من غير ما توجه بعظيم الشكر لكل فريق العمل القيم اللي هم بجد اللي أزرونا ووقفوا جنبنا واستحملوا يعني مش هقول بس بعض الناس تنزلت عن أجورها لا ده بعض الناس سهمت في إنتاج برنامج تأملات إنسانية من الزملاء اللي بفريق العمل أو بعض الموزيعات أو بعض الضيوف اللي دعمونا برعاية للبرنامج وعلى رأسهم طبعاً أحمد بيه محروس اللي دايماً بما دعمنا ووقف جنبنا أخونا الكبير فاسمحولي أتوجه بالشكر بالاسم للأستاذ سامح الهواري أخوك كبير وعشرة عمري عرفه من 20 سنة وهو رئيس تحرير محنك وهو رئيس تحرير بارع قاد الموسم الخامس من برنامج تأملات إنسانية ببراعة اسمحولي أتوجه بالشكر لأخوك كبير الأستاذ نبيل باسيوني مدير العلاقات العامة للبرنامج اللي كان بينسق مع الناس بمنتهى البراعة والمهنية والشياكة والزق والاحترام اسمحولي أتقدم بجزيل الشكر لنجم السوشيال ميديا الأستاذ أحمد أسامة مدرب التنمية البشرية المحترم وكرر التهنئة ليه بهنية على إعلان خطبته أمس في حفل ختام برنامج تأملات إنسانية اسمحولي أتقدم بالشكر لحضرة الغائبة الدكتورة مروة محمد كمال مدير إعداد برنامج تأملات إنسانية في نسخاته الخامسة وأتقدم بالشكر أيضا لأستاذ أحمد محروس كان مستشار قانوني للبرنامج شخصية قيمة بنعنى الكلمة أتقدم بالشكر لبسمة محمد الإعلامية الجميلة اللي كانت مدير تسويق الموسم الخامس من برنامج تأملات إنسانية أتقدم بالشكر لأستاذ هيسم نفادي مخرج التقارير الخارجية أتقدم بالشكر للدكتورة رانيا عثمان اللي كانت مستشار العلاقات العامة ومستشار التسويق والنجم اللي انضم لبرنامج تأملات إنسانية في النسخة الخامسة المهندس أحمد هلال كمال المهندس اللي كان مسؤول عن الجرافيك والسوشيال ميديا يعني بأمانة أنا من غيركم ولا حاجة ومشروع تأملات إنسانية من غيركم ولا حاجة أتمنى ما كنتش طولت عليكم وكرر شكري في ختام الحلقة لضفنا القيم الأستاذ أحمد المسؤول لشرفنا وكان مسك الختام لبرنامج تأملات إنسانية في النسخة الخامسة وكرر شكري للزاملتين اللي انوارلنا في الحلقة الأخيرة من برنامج تأملات إنسانية لموسم الخامس وإن شاء الله مكملين مع بعض سواء هنا أو في مشروعات إعلامية أخرى وفي النهاية بتقدم بالشكر للبطل الحقيقي لمشروعاتنا الإعلامية كلها وهو الجمهور العظيم اللي بيتمعنا سواء على الهواء مباشرة أو على السوشيال ميديا وانتظرونا في الموسم السادس من برنامجكم تأملات إنسانية أترككم الآن في رعاية الله وأمنه